أهندسة ليلة فؤاد أبو ذكري كريمة المشير فؤاد أبو ذكري في فيل من المشاعر كده مش عارفة إذا كان الكلام هيصعيفني إن أنا أوصل إحساسي بس أنا قاعدة عمال بقول لنفسي إيهيه الوفاء ده يعني خمسين سنة هتمر على الحرب أكتوبر اللي كان والدي شرف بإنه يكون أحد أبطال قادة أكتوبر وخمسين سنة عدده والنهاردة بيكرم التكريم العظيم ده من الدولة المصرية الممثلة في السيارتك وحاجة تانية أحب أذكرها برضو أن وصية من والدتي الدكتورة نادية الشازلي التي توفت من شهر يعني كان نفسي أنها تكون موجودة معنا النهاردة وكانت مؤسيوني أن أنا أبلغ سيارتك إمتنانها الشديد على قدر التكريم اللي الوالد النهاردة اسمه بيتكرم به فكان نفسي أنها تكون موجودة لكن اللي بيعزيني أنها كانت أول واحدة تتلقى خبر تصديق سيارتك على إطلاق اسم الوالد على المحور ويومها يعني بكت من الفرحة وقالت أنا دلوقتي أقدر أمشي وأنا مرتاحة فأنا بهدي لروحة فرحة اليوم اللي احنا فيه النهاردة السعادة اللي أنا حاسة بيها بهديها لروح والدتي وكان فيه مطلب صغير كده من بنتي بهية هي كانت لها صورة مع سيارتك في قدرون باختلاف السنة اللي فاتت فلو ممكن سيارتك تؤمر لنا بالصورة مرة تانية أتقدم بالشكر بنياب عن أسرة المشير فؤاد أبو ذكري لسيارتك جزيل الشكر والعرفان والتقدير أنا برحب بيك وبالأسرة كلها واسمحيلي أقول لك ده تقدير متواضع للجهد الكبير اللي عملوه قضع عزام في فترة من أصعب فتراتها مرت على مصر في العصر الحديث فألف ومبروك وطبعاً أي مطلب نحن تحت أمرك شكراً تحت أمرك شكراً